الهلال الأحمر القطري هيئة تعمل على تمكين الفرد والمجتمع دون تحيز أو تمييز داخل قطر وخارجها يقدم خدمات إنسانية وإغاثية في حالات الطوارئ على مدار العام واليوم تقدم هذه هيئة تدريبات خاصة ضمن مشروع مخيم إدارة الكوارث الذي يقام مرة واحدة كل عام مهام الهلال الأحمر حقيقتين متعددة ومتشاعبة وكثيرة منها مهام طبية ومنها مهام إنسانية ومنها مهام إقاثية ومنها مهام توظيفية لطاقات الشباب يندرج هذا المخيم على أجندة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات صليب الأحمر والهلال الأحمر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي نسخة التاسعة هذا العام شارك 300 متدرب ومتدربة من مختلف مؤسسات الدولة في قطر وخارجها لتلقي تدريبات نظرية ثم تطبيقية ميدانية تتعلق بعمليات الإنقاذ وبناء الخيم والإنعاش وتقديم المساعدة النفسية وخيرها على يد مختصين في مجال إدارة الكوارث حقيقة أن بداية تطوع مع الهلال الأحمر القطري كانت في مكتبه في لبنان أنا كشخص سوري نزحنا من سوريا بسبب الحرب وكان هذا أكبر دافع لي للتطوع في مجال العمل الإنساني لأنه أنا واحد من متأثري الحرب فكان عندي هدف وغاية أني ساعد الناس اللي أيضا متأثرة من الحرب لأنني أشعر فيهم تماما تؤمن قطر بأهمية استيعاب طاقات شباب في مجال العمل التطوعي وترى في بناء القدرات أولوية وطنية تندرج تحت رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمن الحياة المستقرة للمجتمع تدريبات مكثفة لمحاكاة عمليات الإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي والوصول الآمن إلى الغذاء وغيرها يتلقاها المتطبعون في مخيمات خصصها الهلال الأحمر القطري التزاما منه بتحقيق رسالته في الخدمات الإنسانية وهي بابو حليس العربي من منطقة الخور شمال قطر وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا السيد محمد المري نائب رئيس مخيم إدارة الكوارث في الهلال الأحمر القطري أهلا بك سيد المري معنا أهلا بك يعني الانطلاق الأولى لمخيم إدارة الكوارث كانت في عام 2006 طيب ما الذي يميز هذه النسخة عما سبقها من نسخ وما الإضافات خصوصا ونحن اليوم نعيش تدعيات زلزال تركيا وسوريا نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا المخيم هو انطلق كما ذكرت في 2006 ومستمر إلى الآن في نسخته التاسعة كانت هناك مراحل توقف من فترة إلى أخرى طبعا هذا المخيم من أحد أهم المشاريع التي تقوم عليها الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وفي نسخته العربية هو يقام فقط في قطر لمصلحة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يشاركون من خلال الجمعيات الوطنية في هذه النسخة من خلال ممثلين لهم إضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات الحكومية في دولة قطر وأيضا مجموعة كبيرة من المتطوعين ما يميزه هو التحديث المستمر في البرامج التدريبية التي تأتي وفقا للبرامج المحددة من قبل الاتحاد الدولي وبالتالي يقدم العديد من الدورات التي تحدث للمجموعة التي تقوم بهذه الفترات التدريبية لمدة عشر أيام بشكل مكثف وبشكل يحاكي ما يجري في الأراضي التي تحل فيها بعض الكوارث طبعا هذا المخيم مجدول من فترة طويلة تقريبا أكثر من سنة وحصل أن حصل الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا والذي نستغل هذه الفرصة لأن نترحم على أروح الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل لكل من هو مصاب خلق نوع من المسؤولية الكبرى لدى إدارة المخيم ولدى المشاركين من الجمعيات الوطنية الشقيقة وأيضا من المؤسسات المحلية هناك حدث حصل أمامهم فيجب عليهم أن يتملكوا هذه المهارات التي تجعلهم من الطواقم الإنسانية التي ستكون على استعداد تام لتلبية أي نداء لواجب الإنسان طيب يعني البرنامج التدريبي على ماذا يحتوي هذه المرة هناك مجموعة من العنوين التي هي ثابتة في مسمها الرئيس ولكنها تتطور بحكم تطور التقنيات وتطور العلم المياه والإصحاح عندما يكون هناك أي كارثة يكون هناك مجموعة كبيرة من الناس تخرج من صلب هذه الكارثة لتتجمع في منطقة واحدة قد يقدرون بالمئات أو بالألاف أو حتى بمئات الألاف المياه والإصحاح من أهم الأشياء التي تقوم بها الطواقم الإنسانية لمدهم بالمياه النظيفة ولخلق شبكة تصريف مياه للجانب أو الصرف الصحي ليقوهم من الكوليرا ومن الأمراض التي قد تصاحب مثل هذه التجمعات الآسنة والتي تبدأ هذه الحشرات بنشرها بين الناس وتزيد معدل الأمراض في هذه التجمعات البشرية هناك أيضا التغذية التغذية وفق منظومة معينة وبطريقة معينة تحاكي هذا التجمع البشر الكبير الذي يحتاج كل شيء أيضا هناك التخطيط للطوالة هناك أيضا المستشفيات الميدانية التي تقيمها جمعية الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر والهلال الأحمر القطري كان من الجمعيات المميزة في إقامة مثل هذه المستشفيات التي تحاكي أعلى مستويات المستشفيات الميدانية في العالم لأنك تريد أن تقيم هذا المستشفى بطاقمه الطبي والتمريضي ليقوم بخدمة هذه التجمعات البشرية سواء من الحالات البسيطة أو حتى الحالات الكبرى ليتم نقلها أيضا بعد ذلك إلى المستشفيات المتخصصة خصوصا في عمليات الجراحة هناك أيضا الدعم النفسي الكثير من هؤلاء المتضررين يريد من يضطب عليه ولكن وفق معايير علمية هناك تفكك أسري يحصل مش تفكك أسري بالمعنى الاجتماعي ولكن هناك إعادة الروابط يعني مثل ما حدث في سوريا وتركيا بسبب زلزل نعم الناس تتفرك ستحتاج من يعيد من هذه الروابط النفسية هناك الاتصال والمعلومات المهمة التي يجب على الطواقم الإنسانية أن تلتزم بها في مدها لهذه المعلومات التي تستقيها من على الأرض لوسائل التواصل أو لوسائل الإعلام التي تنتظر مثل هذه الأخبار في العالم هناك قرف الطوارئ التي تقام من فترة إلى فترة عند وجود كارثة هذه الطواقم أو هذه القرف قرف الطوارئ تقوم باستقاء هذه المعلومات من على الأرض سواء من طواقم إنسانية محلية أو حتى من السلطات المحلية لتقرر لاحقا هل يتم الاستجابة لهذه الكارثة أم هي حاجة بسيطة ممكن للسلطات المحلية أو الدول القريبة منها أن تقوم بمدها ومساعدتها كم عدد المتطوعين في هذا المخيم ذكورا وإناثا؟ المخيم في النهاية له سعة معينة هو يتحدث عن 250 إلى 300 شخص لا أكثر من ذلك بشكل سنوي يقوم بتدريبهم بشكل مكثف لمدة 10 أيام بشكل نظري وأيضا بشكل عملي ليتم تمليكهم هذه المهارات ليعودوا إلى بلدانهم وجمعياتهم الوطنية ليمدي هذه الخبرات ووجودهم على الأرض الجنسيات المتواجدة الآن بكل دول العربية أكثر من 20 دولة شاركت معنا من خارج قطر وأيضا كثير من المؤسسات في الدولة قامت بالمساهمة في مثل هذا المخيم الذي يحاكي الكثير من السيناريوهات التي تتطلب مشاركة طواقم كثيرة سواء صحية سواء عسكرية لتنفيذ مثل هذه السيناريوهات لمعرفة كيف يستجيب هؤلاء المتدربين التقليل ذكر أنه على هامش المخيم هناك خيمة إنسانية اجتماعية حدثنا عنها أكثر خيمة إنسانية تم إيجاد هذه الخيمة على هامش المخيم ليقوم العديد من الخبراء في العلاقات الإنسانية والقانون الدولي بإلقاء الكثير من المحاضرات أيضا الخبراء في مجالات فنية يقومون بعملية تقديم مثل هذه المحاضرات شيء تفاعلي وشيء نظري يستفيد منها هؤلاء المتدربين من خلال مدهم بالمعلومة العلمية الصحيحة من أصحابها طيب بما أننا تزامنا مع هذا المخيم حدث الزلزال بالعودة إلى إسهمات الهلال الأحمر القطري بماذا ساهم لو تطلعنا على الهلال الأحمر القطري كان يقوم ولا يزال على ملء مخازنه بمخزون غذائي استراتيجي ليقي هؤلاء الناس تبعات مثل هذه الكوارث سواء في الجانب الطبي سواء في الجانب الغذائي وعندما اكتملت هذه الدفعة التي قمنا بها سبحان الله العظيم وقد اخترنا حتى مكتبنا في غاز عينتاب الذي يخدم الشمال السوري بعد 48 ساعة من دخال المواد إلى المخازن حصلت الكارثة وهي تقدر بما يقارب 200 طن من الأغذية والجوانب التي يحتاجها الإنسان اللاجئ من جوانب صحية وغير ذلك تعينهم على الحياة تم أخذ هذه المواد وسحبها بشكل مباشر وتوصيلها لمستحقها سواء في المنطقة التي حصل فيها الزلزال على الحدود التركية السورية وحتى في الشمال السوري هنا في الدوحة تم سحب أيضا مخزون استراتيجي بتوجيهات من صاحب السمو أمير دولة قطر والتي شاركت فيها الكثير من المؤسسات العسكرية وغير العسكرية من خلال مد جسر من الطائرات الموجهة إلى مطارات غاز عينتاب فشارك الهلال بطواقمها الطبية وكان أن حصل أن كان أول جمعية قطرية دخلت إلى الشمال السوري وقامت بالاستجابة السريعة هناك وأيضا قمنا بإدخال الكثير من الطواقم الطبية كان آخرهم طاقم أتى من ألمانيا وهم عرب تطوعوا للهلال الأحمر القطر نريد أن ندخل لأخوتنا ونقدم لهم العون والمساعدة وهم داخل المستشفيات في إدلب تحديدا حصل الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة والحمد لله لم يكن هناك إصابات وقدموا تطوعهم بشكل جميل جدا وقدموا الاستجابة الأسعافية لكثير من المتضررين خصوصا الجرحة والذين تم انتشها بالعودة إلى التدريبات المقامة الآن في المخيم يعني المتطوعين هناك كيف استعداداتهم خصوصا وأننا نتحدث عن إدارة كوارث تطوع فقط كمساعدات غذائية لا هناك مساعدات أخرى تقدم لأشخاص متضررين المتطوعون في الهلال الأحمر طبعا من دخل في هذا البرنامج التدريبي هم متطوعون منذ زمن وتم إخضاعهم للعديد من المعايير من خلال مقابلاتهم ومن خلال وضع بعض الشروط ومن قام بالوصول وتحقيق هذه الشروط التحق بالمخيم تقريبا هم أكثر من 75 شخص من بنات وشباب وكلهم على استعداد عندما تقدم لهم الجانب النظري العلمي وتقدم لهم جانب التطبيق يقومون ببناء الخيام يقومون ببناء شبكات الصرف الصحي يقومون ببناء شبكة المياه النظيفة يقومون ببناء المستشفيات الميدانية يقومون بعمليات الوصول الآمن كيفية التفاوض مع الميليشيات إن كان هناك ميليشيات على الأرض مع الجيوش النظامية لأن هذا طاوقم إنساني يجب عليهم أن يكونوا بتوصيل هذه المساعدات إلى المتضررين وتخلق بعض الميليشيات في مثل هذه المناطق التي تلجأ إلى القواقم الإنسانية وهي محمية كما نعلم بشارة القانون بشارة الصليب أو بالهلال الأحمر وفق القانون الدولي ولكن هذه الميليشيات لا تعير اهتمام لمثل هذه القوانين فهذه مهارات يجب أن يتملكوها عندما يذهبون إلى الأرض يقومون بتطبيقها سؤال أخير سيد المري من خلال حديثك ذكرت بأن قطر هي الدولة الوحيدة التي تقيم هذا بنسخته العربية بنسخته العربية طبعا في مخيم إدارة الكوارث برايك لماذا تولي قطر كل هذا الاهتمام لهذا المخيم يعني قطر اليوم لها أياد بيضة وممتدة من شرق الكرة الأرضية إلى غرب الكرة الأرضية ومن جنوبها إلى شمالها ولها مشاهدات كبيرة وشواهد كثيرة عفوا في الكثير من الكوارث التي تعرضت لها الأشقاء أو الدول الشقيقة والصديقة هذه الأياد البيضة يجب أن يكون هناك من يتملك هذه المرات لمساندتها ومساعدتها بأيدي قطرية عندما يتم إرسالهم إلى هذه المناطق المتضررة نعم سيد محمد المري نائب رئيس مخيم إدارة الكوارث في الهلال الأحمر القطري شكرا لك أهل أمساعدنا شكرا لك